ليس من قبيل الصدفة ولا من نافذة الصراع السياسي المحتدم في العراق أن توجه لكما تتباعا لحكومة عبد المهدي حتى ممن نصبوه على رأس السلطة وكأن قصر الرجل يشك أن يسقط على رأسه فيريد كل شريك النجاة بنفسه والظهور برداء المصلح الناقم على ترد الحال تحالف سائرون اتهم حكومة عبد المهدي بتعمد نسيان الملفات المالية وملفات فساد الحكومات السابقة مؤكدا أن ما تقوم به الحكومة هو شرعنة للفساد المتفشي في مؤسسات الدولة لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي تقول إن أداء حكومة الرجل دون الطموح كما أنه لا يزال دون مستوى التعهدات الانتخابية مؤكدا أنه يتابع تنفيذ البرنامج الحكومي وسيطلع الشعباء على النتائج النائب كاظم الصياد هاجم رئيس الحكومة عبد المهدي معتبرا أنه فقد السيطرة على إدارة الدولة بسبب إخفاق وزاراته وعجزها عن تقديم الخدمات وعليه فلا يمكن للحكومة تطبيق برنامجها الانتخابي ذي الوعود الرنانة مصير الحكومة قال عنه الصياد إنه على المحك وإن البرلمان أمام أمر غير قابل للحلول الوسط فلا خيار سوى إعادة طرح الثقة بحكومة عبد المهدي بعد الفشل الواضح في إدارة الدولة وتفشي الفساد نواب عزوا ذلك الفشل إلى أن الأدوات التي يتحكم بها رئيس الوزراء محكومة من الخارج ولا يستطيع توجيها بالشكل الصحيح كما أكدوا في وقت سابق أن الحكومة لم تنجز أكثر من 5% من وعودها الانتخابية بعد مرور نحو 9 أشهر على تشكيلها فكم سيكون عمر الحكومة وهي بين نارين لا يمكن الاستجارة منهما نار صراعات داخلية وسطوة حيتان المال والسياسة ونار التوتر الخارجي وصراع المحاور المحتدم في المنطقة وإي أرضية هشة ومتأرجحة تقف عليها الحكومة ورئيسها